السلام عليكم قناة المستر ترحب بكم النهاردة نحل كتاب جيم تانية سنة والوحدة الرابعة هنحل جرامر الدرس الاول والتاني وتستير سيلف من صفحة 196 إلى 23 انتظرونا صفحة 196 واحد The Flight Attendant المضيفة الجوية Instructed Us وجهتنا قطتنا تعليمات نقط Our Safety Builds يعني ان احنا نربط ايه احزمة المقاعد Before Taking Off قبل ما الطائرة ايه تقلع ان احنا نربط نربط الايه الاحزمة يعني ديت امر مزبط بالاجابة C Too Fasten اما ديت طبعا نافية ودي كمان ايه نافية طبعا دي ايه امر مزبط بتحولها الى غير مباشر شهر هنا الايه الاقواس فبنربط بتونج بالفعل في الايه في المصدر اتنين My Friend Advised Me صديق نصحني نقط نيرفوس ان انا ايه ما كونش متوتر كده Before The Sports Match قبل المباراة الرياضية دي كمان بتحولها الى غير مباشر حزف هنا الايه الاقواس بقول لي ان انا ايه ما كونش متوتر ما كونش خايف يعني امر من فيه متحولها الى غير مباشر نربط بنتو تبقى نوتو بيه الا اكون نوتو بعد الفعل في المصدر ثلاثة على ستة رهام على قالت لرهام وفي هنا اقواس يبقى ديكت جملة مباشر قالت لرهام ايه وبعدين نقط The Hotel معناها ايه ارسلي للفندق Your CV سل للفندق CV بتاعك To apply for the job عشان تتقدمي للوظيفة ازا ديكت ايه جملة مباشر على هيئة امر يبقى يجي فعل في المصدر تبقى يجابها Send ارسلي ايه اربعة فاطمة نقطة هدى To revise for the test يعني فاطمة ايه ممكن advice دي نصحت نصحت شجعت ان هي تراجع للاختبار او شجعتها Encouraged دي بقى اجابة دي كل من B و C اجابتنا دي خمسة ايه احنا بخلي بقى لنا من تركيب الجملة والمعنى عشان نعرف ايه نختار صح خمسة The teacher warned the students المدرس او المدرسة حذرهم ايه حذرة الطلاب نقطة write their names ان هما ايه ما ينسوش بقى هنا عشان يبقى المعنى مناسب ما ينسوش اكتبوا اسمهم at the top of the page على في اعلى الصفحة الا ينسوش فهنا شل الاقواة استبادية امر ايه منفي متحولة الى غير مباشر نربط بنتو نوتو فورجت الا ينسوش الصفحة 197 واحد I can't play football now ما اقدرش العب كرة دلوقتي But I know when I was younger بس لما كنت صغير كنت اقدر ايه ان انا رعب كرة يعني مجدرة في الماضي تبقى ايجابة could هنا في but عملت ايه تناقض فهنا في نافية حيه هنا اثبات في المعنى يبقى دية نافية مش هتنفع خلاص دي هنا هاف وهنا هاف بمعنى يمتلك مش هينفعهم عشان المعنى كمان اثنين The computer isn't working قالت التصوير ما بتشتغل شي You know the ink in a wrong way يعني ايه من الممكن ان انت تكون ايه وضعت الحبر بطريقة خاطئة نحن اختار دي عشان تعبر عن ايه عن من المحتمل انك تكون غيرت لايه الحبر بطريقة خاطئة Could have changed اما دي كان ايه كان ينبغي عليك انك تغير الحبر بطريقة خاطئة مش هتنفع ودي نافية مش هتنفع رقم ثلاثة He not at work yesterday ان هو يكون في الشغل امس I looked for him انا بحثت عنه In all buildings في كل المباني ما كانش موجود باكد انا بستنتج يعني Couldn't have been استنتاج منفي في الماضي بس دي اثبات ودي اثبات مش هينفع عشان المعنى بقول هنا هو لا يمكن يكون ايه في الشغل امس ودي نافية يعني بقول هنا ايه لا ينبغي ان يكون في الشغل امس انا بحثت عنه لا مش مناسبة خالص في المعنى اربعة I was so sick yesterday انا كنت ايه مريض جدا امس That I not get out of my bed درجة انا ايه ما قدرتش اخرج من السيري بتاعي يعني عدم مجدرة couldn't عدم مجدرة في الماضي خمسة جلال was lucky جلال كان محظوظ هي نقط hurt himself كان ممكن ان يقذي نفسه وان هي في لما وقع but he was okay بس الحمد لله وقع على ما يرام يعني كان من المحتمل ان يقذي نفسه بس ما حصارش could have يعني تعبر عن احتمال حدوث الشيء اما ديت هو استطاع يقذي نفسه طبعا ايه المعنى خاطئ عشان ايه ده بقول هو ايه كان محظوظ والحمد لله على ما يرام ودي should have وتصريف الثالث يبقى ايه كان ينبغي ان يقذي نفسه طبعا المعنى ايه مش مناسب خالص ودي كمان نافية مش هتنفع صفحة 178 واحد there were so many people in the house كان في ناس كتير جدا في المنزل نوعات his father before inviting all his friends دي على هيئة سؤال هنا هل كان يجب عليه انه ايه يقول لبابا قبل ما يعزم كل دولة تبقى سؤال فهنستبعد ايه ودي لان دولة ايه من السؤال فاضلنا بيه وصيه فالكلام هنا عن الماضي لانه قال لي where فديات للمجارع مش هتنفع السحة تبقى بيه هل كان ينبغى عليه ان ايه يطلب من بابا قبل ما يعزمهم اتنين هو يسأل بابا يعني اتنين he is so ill هو مريض جدا I think they know a doctor earlier اعتقد ان هم كان ينبغى عليهم يستشيروا طبيب مبكرا عن كده يعني كلام عن الماضي فالصحة هتبقى دي ديات لهم should have consulted كان ينبغى عليهم ان يستشيروا ايه طبيب مبكرا طبعا نفي دولات ايه مش هينفعوا وديت للايه المضارع والكلام هنا طبعا ان هو ايه والاستشيروا الطبيب من قبل مبكرا عن كده يعني الكلام عن الماضي ثلاثة I not علي during his sleeping hours انا ايه ما كانش ينبغى اتصل على علي اثناء ايه ساعة نومه but I forgot انا نسيت واتصلت يبقى هنا بيلوم نفسه هنا تبقى الاجابة should have والتصريف الايه التالت بس من فيه عشان المعنى shouldn't have fond ما كانش ينبغى علي ان اتصل على علي بس نسيت واتصلت اربعة you should have been nicer to اسماء كان ينبغى عليك كان يجب انك تكون اكثر لطفا مع اسماء يبقى اللي حصل العكس ما كانش هو لطيف معاها she was furious كانت غاضبة جدا this is a kind of فالجملة دي تعبر عن نوع من الايه blame alone خمس I wasted the time doing nothing at the club انا ضاعت الوقت ما عملتش اي حاجة في النادي I not a book to read فهي الصح انها بيقول يعني المعنى كان ينبغى ان انا ايه احضر كتاب معايا اه عشان اقرأه في الوقت ده بس العكس كل حصل ما عملتش حاجة يبقى الاجابة هنا هتبقى auto وهاف والتصريف التالت auto طبعا زي shot كده لان هنا الكلام طبعا التعبير عن الماضي فعشان قال لي wasted الاثنين دولات مدارع ايه وبي مش هينفع عشان كده ودي معنى ايه نافي مش هتنفع الصفحة 991 she not a new phone يعني هي ايه كانت تقدر تشتري ايه تريفون جديد but she didn't بس هيها ما عملتش يعني كان في استطاعتها انها تعمل ايه تشتري تريفون جديد في الماضي كلام هنا عن الماضي بس صحة تبقى could have والتصريف التالت could have brought بس هي ايه ما اشترتش اتنين سامح عند كريم blade a match yesterday الاتنين ملعبوا ايه اه ماتش امس كريم blade will كريم لعب ايه طريقة جيدة but سامح نقط beat him استطاع ان يهزمه استطاع ان يهزمه ايه بقى بعد مجهود من جيته استطاع للماضي الاتنين دولارت نافي مش حينفعش عن المعنى ودي كان يستطيع للمدارع والكلام هنا طبعا عن الايه عن الماضي yesterday وبيت وبيت تلاتة صديقي كان غاية من بارح هي نقط ال هو مريد بطء ايه منوتشور انا مش متأكد من كده يعني يعني ممكن احتمال انه ايه كان مريد احتمال للماضي ان انا هو غير متأكد منه كود وهاف وتصريف التالت كود هاف بين طبعا مش متأكد عشان قال لي هنا عيام نقط شور اربعة الطبيب قال لي ان انا ايه اشرب ميا كتير طولد اما دي اكترح طبعا التركيبة ايه مس سليمة كده ودي معناها بيك دي يعني توسل هو الطبيب مش هتوسل ودي ورنت حذره فلو حذر هنا هتبقى نقطه قال لا مش هتنفع لمعنى ولا تركيط الجملة كمان خمس اي دينت سي عمر اذا بارتي انا ما شوفش عمر ايه في الحفلة ليلة الماضية هي نقط ايرلي ربما كده يكون ايه مش ابدري احتمال كود وهاف وتصريف التالت هي كود هاف ليفت ايرلي مبكرا طبعا دي ايه منفية مش هتنفع عشان المعنى ودي كان ينبغي انه ايه يمشي مبكرا هو مش اصلا ودي للمضارع مش هتنفع الكلام هنا طبعا عن الايه عن الماضي دي دينت وادي لاست نايت ستة انت ايه لم تكتاز لم تنجح في الامتحان يونوت هاردر كنت تقدر ايه تذكر اكثر ايه بجدية اكثر يعني ولكن اللي حصل انك ايه ضيعت وقت كتير معنى كده ان ايه كان في مجدورك ولكنك لم تفعل تبقى الاجابة كود وهاف وتصريف التالت كود هاف استدد دي منفية طبعا ايه مش هتنفع ده معنى ولا تركبت الجملة كمان لانه اهضر وقته فعلا وديية طبعا ايه استطعت انك تذاكر لكن هو ما ذكرش سبعة حضرت بنتها حضرت بنتها نقطة نير الكامب فاير ان هي ايه ما تقربش من النار بتاعت المعسكرات اللي تبقى في المعسكرات دي بكوز اتووز دينجرست انها ايه كانت ايه خطيرة يعني دي امر منفي دي كان اصلها ايه دونت جو عمتحولها الى غير مباشر حزف الاكواس هنا هنرد بنوت تو والمصدر يبقى لاجابة نوت تو جو تمانية مفاتيح بتاعت بابايا على الايه على المنددة هي نقطة تورك باي كار اللي دي المفاتيح موجودة على الترابيزة يبقى لا يمكن انه يكون راح ايه شغله بالسيارة تبقى الاجابة كود انتهاف وتصريف التالت كود انتهاف جون دي مثبتة او دي مثبتة ما ينفعش ودي معناه ما كانش ينبقى على انه يذهب بالسيارة يبقى المعنى ايه قطأ تسعة هي نقطة اباوت ذا بارتي فروم مي هو عرف حاجة يعني الحفلة مني ايهاف انت طولد ان وانيت انا ما قدش لأي حد بعد يبقى لا يمكن انه يكون عرف مني كود انتهاف وتصريف التالت دي اثبات ودي اثبات مش حينفعهم تبقى اجابة ايه عشرة هو كان عطشان اثناء الرحلة هي نقطة مور ووتر المعنى المقصود كان ينبقى عليه يشتري ايه مزيد من الماء لكن عكس هو الايه اللي حصل هتبقى الاجابة تعبر عن لوم هنا كان ينبقى عليه يشتري مور ووتر مزيد من الماء صفحة متين حداشر احمد يعني والد احمد نصحه نقطة يقفل الباب الايه الامامي ليلا يمتحولها الى غير مباشر نربط بطول مصدر ان يغلق اثناشر يعني هنا بيلوم نفسه بقى كان ينبقى ان انا ايه يمشي بدرة عن كده عشان الحق الكتار ايه هلحق بالكتار التالي معنى كده ان الكتار ايه فاته هياخد القطر اللي بعديه يبقى بيلوم نفسه هنا اوتو هافليفت زي ما قلنا اوتو يعني ايه بتحل محل شوت طبعا اما دي نافع يبقى المعنى ايه مش مناسب تلات عشر I know at the bike in the middle of the street يعني انا ايه ركبت الدراجة في منتصف الشارع It was wrong of me ده ايه كان غلط اللي انا عملت كده انا عمل الحاجة دي وهو بيبقى بيبقى نفسه بيلوم نفسه ما كانش ينبغي علي ان انا اركب الدراجة في منتصف الشارع shouldn't have والتصريف التالت shouldn't have written اما دولة اثبات فمش حينفعهم وديت ايه couldn't tried لم استطع ان انا اركب ده هو بيقول لك ان غلط ان انا عملت كده اربعتاشر I didn't want to delay اسامة ما كنتش عايز اخر اسامة so I asked him عشان كده انا طلبت منه طلب ايه انه ما استنهوش امر ايه منفي طلب يعني على هيد ايه امر منفي not to wait في اتنين not to wait ايه ودي ديت مدارع وهنا ايه كلام عن الماضي فالمفروض تبقى ووزدي بس صح ديت not to wait for me ما انتظرنيش if I was late لو انا اتأخرت خمستاشر you not the boat كنت هتلحق هنا بوت هنا هتدي معنى ايه باخرة يعني كنت هتلحق الباخرة if you had been here at one o'clock لو كنت هنا الساعة واحدة but it's gone now ايه خلاص بقى مشت وفات خلاص الوقت المهم دي قاعدة if بعدها هنا مضي تام تبقى الحالة الثالثة من مين من if هنجيب معها code وhave وتصريف الثالث code have code كان في مجدورك انك ايه تلحق يعني الباخرة 16 فاطمة وبعدين نوع فون دي مي بفور جونج اوت يعني المعنى المقصود ان ايه فاطمة كان يجب انك تتصل علي قبل ما تخرج دي كان شيء ايه مرغوب فيه كان امرا مرغوبة فيه يبقى الاجابة should have دولة نافي مش حينفعهم must have كان لابد دي مش هتنفع هنا بيقول ايه كان مرغوب فيه كان شيء مرغوب فيه انها تعمل كده 17 I was sitting at the back of the theater كنت قاعد في اخر المسرح and not very well فطبعا ايه مقدرتش اسمع بطريقة جيدة لم استطع تبقى الاجابة couldn't والايه والمصدر لم استطع فعل شيء في الايه الماضي 18 my brother اخي وبعد النقطه cambridge university what he decided to study in ايجيبت هو قرر يدرس في مصر يعني كان في المجدور انه ايه يذهب لجامعة cambridge بس قرر يدرس في مصر يبقى could and have كان في استطاعته نافع لذلك could have gone انه يذهب لجامعة cambridge بس هو قدر لقيه اليدرس في مصر 19 you not yourself yesterday it was the right thing to do ده كان الشيء بايه الصح انك تعمله but you didn't do it بس انت ما عملتش كده يعني بيلوموا هنا كان ياجب عليك ان تتصرف بنفسك ought to have behaved للماضي 20 the tour guide المرشد السياحي warned the tourists حذر السياح not into the desert on their own ان هما ايه ما يدخلوش السحراء ايه بمفردهم لوحديهم وكده يعني كان اصل الجملة دي ايه كانت امر من في don't go تشال الاكواس وربطنا بايه عشان امر من في not to go دي الاجابة صفحة 21 واحد وعشرين ونقط ميت يعني المعنى المقصود كان ممكن احنا نشتري رحمة when we went to the market لما روحنا لايه السوق it was possible ده كان شيء ممكن but we preferred بس احنا فضلنا ان احنا نشتري سمك كان في مجدورنا في الماضي could have both بس انا عملنا ايه العكس بقى اشترينا ايه سمك اتنين وعشرين I should have obeyed my mother كان ينبغى عليه ان انا ايه اطيع مامتي المهم يعني should وتصريف الثالث تعبر عن ايه في الجملة دي regret ندم بيندم يعني العكس والله حصل ايه لم يطيع والدته 23 the old man give us positive advice يعني الرجل العجوز اعطى انا نصيحة ايجابية he not us hope is in our free time يعني وشجعنا ان احنا نعمل ايه نمارس هوايات في وقت فراغنا يعني في الفراغ الاولان هيكون encouraged والفعل encouraged يبقى الحرف جارة 2 تبقى الإجابة ايه الفراغ الاولان والتاني نحنا نمارس 24 عادل didn't go to school yesterday عادل ما رحش المدرسته امس he not sick who knows من يعلم يعني ايه ممكن يكون ايه كان مريض يعني معنى كده ان ايه انا مش متأكن من الكلام ده يعني ده شيء محتمل تبقى الإجابة could have been وان المحتمل انه كان مريض 25 the Japanese blade واليابانين لعبوا كويس جدا طريقة جيدة but the Egyptian team الفريق المصري نقط we all very proud يعني احنا كلنا فخورين of our Egyptian team فريقنا الايه المصري يابانين لعبوا كويس بس فريقنا هو الايه اللي فاز استطاع فعل شيء بعد مجهود بقى عشان هما التانية كانوا كويسين بل جابسين استطاع للماضي طبعا دي تنافي ودي نافي ما ينفعوش 26 هي نقطة to bed earlier last night he is really sleepy and tired today وشكله كده نعسان اليوم ومرحق يبقى كان يجب عليه روح ينام بادر اكتر من كده الليلة الماضية يعني ده اليوم تبقى should have should have gone 27 teachers often instruct their students المدرسين غالبا بيوجهوا طلابهم نقطة the best use of their time ان هما يستغلوا ايه افضل استغلال لوقتهم instruct هتاخد بقى طبعا معاها tool muster to make امر مثبت متحولة الى غير مباشر 28 منا نقطة in the club last night منا كانت في النادي الليلة الماضية she was busy working in her office كانت مشغولة بتشتغل في مكتبها يبقى لا يمكن انها تكون ايه كانت في النادي الليلة الماضية ايه طبعا ديت ايه اثبات ودي اثبات مش حينفعهم الصحة دي بقى ديت couldn't have been لا يمكن انها ايه من غير المحتمل انها كانت في النادي استنتاج مؤكد ما نفي في الماضي 29 the situation was bad المواكف كان سيء but it's not worse ولكن المواكف كان سيء بس كان ممكن يكون اسوأ وللماضي could have been كان من المحتمل ان يكون اسوأ 30 I shouldn't have parked my car يعني ما كانش ياجب علي اركن سيارتي هنا معنى كده ايه الاكس هو اللي حصل ان هو ايه ركن سيارته فالجملة دي تعبر عن ايه similar in meaning مشابه في المعنى كلمة response اما دي معناها انشطة وديات ايه مقدرة ودي استرخاء رقم اتنين مع كلمة ايه ناخد معها good my mother got upset my mother got upset mom ty انزعجت when i told her that i lost my mobile لما قلت لها انا ايه ضيعت الموبايل في المدرسة ثلاثة my father believes that religion بابا اعتقد ان الدين has a or not influence اللي هو تأثير ايه as it helps to انه بيساعد على implant morals يعني يزرع الاخلاق اللي هي الحميدة المهم يعني يبقى الدين له تأثير ايجابي positive دي سلبي ودي سلبي اربعة some distant villages بعض الكرة النائية فافريقيا لاك ينقصها نقطة service الخدمات زي الماء والكهرباء الخدمات الاساسية basic دي معنى تافة وديات ثاناوي خمسة محمد نقد انجلي بغضب وين هي رد لما قرأ the letter الخطاق that the office انتهام من المكتب بعته له يعني هنا ايه فراوند كشرة كده ايه بغضب ستة كلمة reply عكسها ايه كلمة ايه reply يعني يرد خلاص عكسها request يطلب سبعة ويقول كلنا about our children على اطفالنا كلنا ايه كلنا نهتم باطفالنا and hate to see them hurt in any way واكرها ان نشوفهم يتقاذوا باي طريقة ايه دي معنى يتجاهل ودي ابتكر ودي معنى يتصرف تمانية the young couple زوجان الشابان give each other some اعطوا البعض من البعض ايه gifts هدايا في الكريسماس تسعة many people don't buy newspapers ايه ناس كتيرة ما بتشتريش ايه جرايد as they read them لانه بيقروها online عبر الانترنت عشرة the postman رجل البريد بروت ا او ان نقط احضر ايه هيحضر برسل طرد and some letters for you وبعد الخطبات لك حداشر my car ان انا بعت سيارتي it was the worst decision ده كان اسوأ قرار انا اتخذته فانا بندم على بعت سيارة رجلات اتناشر it is said the dolphins use sound to لكي ايه تتواصل مع بعضها البعض communicate تلاتاشر all staff members كل اعضاء هيئة العاملين are expected to attend متوقع انهم يحضرهم the next important ايه التالي الهم about the company's future عن مستقبل الشركة هيحضرهم الاجتماع المهم meeting انا بدي معناها مؤتمر ودي ايه مقابلة شخصية 14 you should for the job of a receptionist in person يجب عليك انك تتقدم للوظيفة ديك شخصيا apply تقدم بنفسك يعني 15 the customer the customer complained that he not at the store six weeks ago and didn't receive his order yet ولم يتسلم الايه الوردر بتاعه بعد هو اشتكى ان هو يعني رسل الايه المتجر نسيت اسابيع مضات messaged رسيلهم يعني صفحة 2316 Sarah's mother warned her مومة سارة حذرتها نقط the oven يعني الفرن because it was hot لانه كان ساخن حذرتها انها ما تلمسوش قال لا تلمس not to touch كان اصل الجملة ديت ايه don't touch لا تلمسي قبل ما تتحول الى غير مباشر السبعتاشر I know at my car in a no parking area ان انا ركنت السيارتي في منطقة ممنوع لانتظار اطلرت ادفع غرامة لابعا ما كانش يجب علي اركن في المكان ده shouldn't have وتصرف التالت واللي حصل انه ركن وايه دفع غرامة 18 هو حصل على ايه 80% فقط ده كان ممكن انه يحصل على 90% if had studied more لو كان ذاكر اكتر كان بمجدوره ادي قعدة ايه f دي بعدها had وتصرف التالت يعني الحالة التالتة ماضية فحيجي في الجملة اللي قبلها could have وتصرف التالت ديت جات كزا مرة instructed فحيجي هنا طول ماذر او not to حسب المعنى يعني رجل الشرطة يوجه الناس انهما ما يسوقوش ايه بسرعة not to drive كان اصلها don't drive so fast 20 i got up late this morning استيقاست متاخر هزا الصباح i not up late last night المعنى المقصود يعني ما كانش ياجب ان انا اصهر الايل وقت متاخر الليلة الماضية بس يدل حصل اجابة shouldnt have والتصرف التالت shouldnt have stayed يعني بيندم على كده يعني الاثنين دول مسبتين طبعا ماينفعوش neednt والمصدر دي تعبر عن المضارع اما الكلام هنا عن الماضي last night 21 ايه اتصلت على السباك because i not اسمي الجاز ريحة غاز فين في المطبخ استطاعة للماضي عشان الكلام عن الماضي could اما كان يستطيع للمضارع دي فيها ايه مجهود استطاعها بس فيها مجهود لكن ده شام ريحة الغاز يعني مفقاش ايه مجهود يعني 22 حبيبة not the book but she brought it ولكن هي ايه استعارته من المكتبة بدلا من ذلك يعني كان في مجدورها ان هي تشترك كتاب بس هي ايه استعارته من المكتبة بدلا من ذلك 23 يعني مدرس حذر the students الطلاب do their homework daily حذرهم ايه ما ينسوش يعملوا الواجب يوميا المهم ده اصل الجملة كان اصلها ايه don't forget يعني دي كان اصلها don't forget امر ايه امر منفي نحاولها الى غير مباشر تبقى not to not to forget الا ينسوش 24 our neighbors نقط down the tree اقطعوا الشجرة in their garden ده كانت شجرة جميلة ما كانش يجب ان هم اقطعوا الايه الشجرة يعني انا بلومهم هنا كده تبقى الايجابة shouldn't have cut بس اللي حصل فعل ما هم اقطعوها 25 ايه بيكلم بيه I had to work home يسر دي اضطررت ان اخدها ماشي للبيت امس I had no money ما كانش معاي فلوس عشان ادفع ايه اجرة التاكس مسلا ردي وقال له why didn't you tell me طب ليه مولتي ليش I know got you the money انا كان ممكن اسلبك الفلوس دي عشان تركب بدل ما تمشي كان في مجدوري انا افعل ذلك كان في استطاعتي could we have والتصريف الثالث يالنت 26 اه نقطة you speak french يعني هل استطعت تكلم فرنساوي when you went to the university لما روحت الجامعة في باريس or did you learn later هل استطعت هل استطعت للماضي could 27 ايه نقطة you by a doctor يعني انا نصحون ان انا يكشف عالية الطبيب تبقى مبنية للمجهول نصحت مبنية للمجهول وكمان ايه بعد two هنا حيبقى be seen مبنية للمجهول يا كمان 28 my cousin read and write يعني ابن عم استطاع ان يقرأ ويكتب when he was five لما كان عنده خمس ايه سنوات استطاعه للماضي could 29 his health condition يعني حلطه الصحية good worse and worse هي نقط a doctor earlier يبقى كان يجب عليه انه ايه يشوف الطبيب ايه في وقت مبكر عن كده ought to have ought to have seen 30 the boys الاولاد نقط غدروا المدرسة before the end of the day they were punished هم ايه عقبوا ما كانش يجب عليهم يعملوا كده يغادروا المدرسة قبل نهاية اليوم تبقى shouldn't have وتصريف التالت موجودة اللوغة shouldn't have يتعبر عن ايه shouldn't have left قبل نهاية اليوم وصلنا لنهاية الفيديو السلام عليكم ورحمة الله